انا ملاحظة ان في الوسط الفني لحضراتكم علي انت ليك اصحاب مقربين جدا في الوسط وما بتغيرهمش يعني مرفت امين غدا رجب هاني لاشين محمد ابو سيف دول كان الله يرحمه عطب بشاي دول احنا دفعة واحدة وبنتقابل بنت محسن احمد مدير التصوير استاذ سامير فرج مدير التصوير طبعا دفعة محمد اخوية وصدا صديقي جدا حسين فاهمي يعني انا اصحابي زي ما بتقبل وبتلوقت وتعودوا فيه مدراتي مقام مع بعض نعود على القل مرة كل اسبوع مرة كل اسبوعين لازم نعود حسين فاهمي من الاصحاب اللي شايفهم انا عاجبني شكله وشكله امر وعمل حاجة بس ما عملش مجموعة من الاعمال اللي طاليق باسم حسين فاهمي لا تاريخه فيه حاجات كتير خلي بلاك من جديد وزوجة راجل مهم لا ده احمد زاكي اما كان محمد خان دعوة على عشاء دعوة لا كان فيه زوجة راجل مهم كان لو انا غلطانة اوكي حسين فاهمي كان زابط في حاجة زابط بوليس ايه دور كان فيه زابط بوليس لا ده كان في اللعبة مع الكبار مع اللعبة مع عادل امام مع عادل امام كان متجوز مربط امين في فيلم الافلام اكيد افلام كتير جدا متجوز مربط ده اتجوز مربط لا لا بس احسين انا عامل مسلسل ما بتجبوز سيفت انا بحبه جدا اللي حسين اسمه الشارد الشارد اه ده اول مسلسل هتعمل على الزهايمة واحسين عامل دور تحت جدا حل جدا انا بحب المسلسل ده جدا معادش وما بيتعادش ليه مش عاد لا لازم يتعاد ان شاء الله انا نشوفه لك على النهار وانتا اه والنهار طيب اقول لي فيه اه اسبوع جاي فيه سوبر المصري بتلاقي في الامارات اهلي وزمالكو بيرامتس وصيراميكا كيلو باترة ايه توقعاتك مش امنياتك توقعاتك اه الماتش توقعاتك مين هيوصل لنهائي النهائي هم اتنين انا بقول لك توقعاتي انا على فكرة انا بحب ان هذه زمالك بعد الاهلي بكتير يعني انما انا مسقع الاهلي و بيرامتس الاهلي و بيرامتس يعني زمالك هيخرج حيلعب ثلاث ورابة وعلى فكرة ماتش الاهلي الاولاني صعب جدا سراميكا فرقة محترمة جدا اه بيرامتس فرقة كبيرة برضو قدام الزمالك عشان كده انت متوقع ان هي اللي تلعب مع الاهلي اه ان شاء الله اتمام بس الاهلي خسر السوبر بلاش الغرور ده ايه ايه الاهلي خسر السوبر انت عايزة تاب واحد يبقى لابس نظيف طول النهار لازم يجي على وشه في الترة طب على ذكر الكورة هل الخطيب هو الامتداد الطبيعي لصالح سليم؟ الامتداد اللحظي مختار التيتش مش هيجي زيتال صالح سليم مش هيجي حسن حمدي لفترة اكتر واحد جاب بطولات للاهل الخطيب هو اللحظي الخطيب انا كنت بحب جدا محمود طاهر كمان صديق يعني اي حد جوا النادي الاهلي لازم نبقى وراهه بس بعد طولت عمر ومحمود الخطيب عامل شغل حلوه بس بعد كده في ادارة النادي الاهلي هل فال يوجد حد عندهم من الكفاءة ادارة النادي كبير وضخم وعريق زي النادي الاهلي؟ عندنا طبعا اتخنقوا مع بعض؟ لا لا فيه كتير في المجلسة خالد مرتجي ده 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 مطروع رئيس النادي عظيم يعني لا فيه النادي فيه الله يرحمه العمري فاروق كان ماشي الله يرحمه العمري صغير عنهم انما اللي لا النادي الاهلي والادي الاهلاوي الكبير والمخرج الرائع نتمنى نشوفك بقى وحشتنا شغلك ان شاء الله انا كمان وحشني بجد وحشني واقفة اه يعني حاول بقدمه ساعة تتأقرب على الموقف ورجع مرة تانية اعتقد ان احنا في امس الحاجة ربنا يخلي انا سعيد جدا طبعا باللقاء ده وقتها ما انا نفس اضحك اضحك لا ان شاء الله لا تتقلل الازمات وان شاء الله الاكابر اللي زي حضرتك يبقوا موجودين عشان ما ينفعش يبقى فيه فن من غير الاكابر ما يبقوا هم فيه الساحة ومتصدرين المشهد كل السعادة وكل الامتنان كل الشكر لوجودك معانا شكرا جدا بقى شكرك وربنا يعلم بقى سعيد معاك انتوا لكل احنا منحبك جدا جدا وانت نورتنا وضفتنا للبرنامج وجودك ده حاجة كبيرة جدا فوق رأسنا نشكر حضرتك وتحياتي لكل مشاهدينا ونشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة اشتركوا في القناة